على مستوى السوق السعودي فقد أغلق المؤشر الرئيسي تاسي تدولة اليوم على انخفاض بنسبة 1.36% عند مستوى 11.478 نقطة تدولات بلغت قيمتها الإجمالية 5 مليارات ريال فاصل 398 مليونة جاء سهم شركة المتوسط والخليج لتأمين وأعادة التأمين التعاوني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 6.54% لغلق عند 14 ريالاً تلا سهم شركة الباحة الاستثمار والتنمية بنسبة 5.88% لغلق عند 0.18 ريالاً ارتفع سهم شركة نسيج العالمية التجارية بنسبة 5.34% عند 44 ريالاً فاصل 40 بينما تصدر سهم شركة الخطوط السعودية للتموين قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.95% عند 115 ريالاً فاصل 80